السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معكم أحمد عبدالهدي من قناة مصر عشان لما احنا نطرح لحضراتكم معلومة يبقى أنتوا لازم تتأكدوا من مصدقيتها أقول الكلام ده ردا على بعض الناس اللي ما كانوش مصدقين أن هناك صفقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين دولة الصين بخصوص جزيرة تايوان قلنا بالحرف الواحد تعليقا على أن بعض الناس هجمت وقالت آهو الصين طلقت فنجرية بؤ والولايات المتحدة الأمريكية فرضت إرادتها على دولة الصين رضينا بالحرف الواحد وقلنا لا يمكن بأي حال من الأحوال بحثنا تمحصنا درسنا جبنا لحضراتكم الخبر اليقين اللي بمقتضاه أن كانت هناك صفقة ما بين الطرفين أن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي تحط بأرجلها على تايوان مقابل أن نانسي بيلوسي تؤكد على سيادة دولة الصين على تايوان في ذات الوقت تسيب دولة الصين أن هي تشتغل زي ما هي عاوزة وتعمل في قلبك زيرة تايوان أي حاجة هي عايزاها ده الكلام اللي احنا قلناه منذ ساعات قليلة الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بانتصار دولة الصين في موقع تايوان ورغم ذلك دولة الصين وصلت الرسائل بتاعتها شديدة اللهجة تعالي يا أمريكا هعاقبك طيب دولة الصين هتعاقب أمريكا ليه؟ أنا عاوز أقول لحضراتكم أن دولة الصين فرضت عقوبات ضد الولايات المتحدة الأمريكية لمجرد أن هي جرؤت أن تبعت أي شخصية رسمية لتايوان الله طيب العقوبات اللي فرضتها دولة الصين النهاردة على الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد أن الصين متضيئة من الزيارة دية وبعد العقوبات التي تم فرضها من قبل دولة الصين على أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت يا دولة الصين لكي كل أهدافك في قلب جزيرة تايوان واحنا لا يمكن أن نعمل أي نوع من الخلل في قلب جزيرة تايوان ونحن ما بنستهدفش تغيير الواقع الحالي ما بين الصين وتايوان طالما أن الأمر كذلك فين بقى حضرتك الصفقة اللي أنت بتدعيها يا أحمد يا عبدالعادي قصة حضرتكم حرب تكسير العظامة التي حدست ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في موقع تايوان بخصوص زيارة نانسي بيلوسي أن أمريكا نانسي بيلوسي هتروح الصين تقول لو جيت يا بيلوسي هعمل وسوي فييجي البنتاجون الأمريكي احنا هنصاحب طيارة نانسي بيلوسي بطيارات عسكرية عشان لو حد فكر مجرد تفكير أن هو يقرب منها هنفجر ثم حدست الصفقة القذرة ما بين الطرفين في اللحظات الأخيرة صين سيبي بيلوسي تحط على أرض الجزيرة مقابل ليكي أنك أنت تعملي كل اللي أنت عاوزاه دولة الصين على الرغم من أن هي أرفانة من الزيارة دية إلا أنها وفقت لأننا هحقق أهداف أخرى أفضل لكن في نفس التوقيت أنا أرفانة من الزيارة أنا لو عملت صدام من الممكن أدخل في حرب لا يعلم مداها إلا الله لكن لو سبت نانسي بيلوسي تتحط وتوصل للجزيرة هحقق أهداف كتيرا ومن ثم وفقت مقابل مزايا لكن موافقت الواحد اللي مفقوع يعني زيارة مكروهة لكن هحقق من وراها مزايا لكن كانت أفضل لو ما حصلت شيء الزيارة دية بالضبط حضرتكم زي ما حصل مع العبد الفقر إلى الله على طريق اسكندرية الصحراوي أثناء زيارة عاجلة أول أمس لمدينة اسكندرية أنا ماشي على الطريق السريع ماشي دغري جه واحد سواء أوتوبيس شارب مينيباس كده شارب مخدرات جه من أقصى اليمين وعاوز يدخل الملف وأنا ماشي دغري هو أمقافل علي المفترض جدلا الطريق مش له لكن دخل بالقوة الجبرية فطبعا أنا عرفت أن الراجل شارب بسرعة أمتنا دافع العربية بتاعتي لشوية شمال عشان أتلاشى خبطة كانت هتيجي هتكسر الدنيا هو طبعا غلطان وأنا هاخد حقي وهاخد التعويض لأن أنا هبلغ الشرطة وهقلب الدنيا وهيبقى الوضع على ما هو عليه لحد ما تيجي الشرطة فهو اللي داخل علي يعني جاي من أقصى اليمين وأم داخل في الملف بينما الطريق دغري وهو كان ماشي دغري فأنا قدامي حلين يحصل على حقي تالت وامتلت بحيث أن أنا ألتزم بالطريق بتاعي فهيخبطني هاخد التعويض بس أنا تعطلت وتوقف حالي وممكن أخد فيها عشر خمستاشر ساعة استنزاف قدرات في أأسام الشرطة طيب ما أنا أنحارف شوية يسار تلاشيت الخبطة وبعد كده أحاسب أمه هو دا اللي حصل أيوة بس أنا الحق معايا مانا كنت هخسر وكنت هحصل على حقي بس هضيع وقتي وما كانش هيكون فيه بس مباشر وكنا هنتبهدل في اللقسام لحد ما أخد حقي هي دي نفس المسألة مواجهة حصلت ما بين الطرفين أمريكا عاوزة تستعرض عضلاتها دولة الصين لا طيب يا صين هدفك إيه أو أتقرب من الجزيرة لأن أنا لي سيادة مطلقة على الجزيرة طيب تممي الزيارة وأنا هتدي لك مزايا هو دا اللي حصل حضراتكم بالزبط انتهت الزيارة ونانسي بلوسي قالت دولة الصين سيادتها وجزيرة تايوان جزء من الصين ولا يمكن تغيير الواقع بالمرة بأي حال من الأحوال والزيارة بتاعتنا لا تستهدف أي مباحثات ولكن احنا جايين عشان بس نحتفي بالديمقراطية بتاعت جزيرة تايوان ثم أكدت على سيادة دولة الصين على الجزيرة ثم الولايات المتحدة الأمريكية قدت مزايا لدولة الصين ان دولة الصين فرضت سيطرتها عسكريا على الجزيرة ودي بتحصل لأول مرة في تاريخ جزيرة تايوان وفي تاريخ العلاقات الصينية الطيوانية حصلت على مكاسب بس وهي مفقوعة لكن اللي حصل حضراتكم بقى ايه؟ اللي حصل ان دولة الصين النهاردة اعلنت عن فرض عقوبات على الولايات المتحدة الأمريكية ردا عليها الولايات المتحدة الأمريكية اعلنت عن انتصار الصين عليها رغم أنفها لأن أمريكا هتخسر كتير جدا لو دولة الصين نفزت العقوبات تيجي حضراتكم نشوف بعض المنشتات بشكل سريع للغاية بس يعاوز الناس تصح صح لأن القضية دي قضية جدلية مهمة للغاية وطبعا من الممكن ان هي تولى حريقة على المستوى الدولي التعليقات فين يا جماعة؟ صح النوم ايه؟ لسه نايمين؟ تعالوا تفرجوا على بعض المنشتات وبعد ذلك نفسر اللي احنا قلناه بشكل واضح جدا نانسي بلوسي تعلن جولات الأسيوية لم تكن لتغيير الوضع الراهن في تايوان شوفتوا الاعترافات؟ أنتوني بلينك الوزير الخارجية الأمريكية يعلن الولايات المتحدة الأمريكية لا تدعم استقلال تايوان وهناك مساعي لنزعفتي للأزمة الصين تعلق تعاونها مع أمريكا وواشنطن مستعدون للرد يا جماعة أنتم صدقتوا؟ الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تنكسر لدولة الصين زي ما انكسرت للمملكة العربية السعودية النهاردة بعد انتهاء أزمة نانسي بلوسي وخزيرة تايوان دولة الصين أعلنت إيقاف التعاون مع أمريكا في عدد من المجالات هذه هي واحدة مظبوط صحيين أستاذ ياسر طيب الحمد لله تحية من النمسة تحياتي لكم جميعا دولة الصين علقت المحادثات العسكرية والأمنية وإلغاء محادثات المناخ دولة الصين أعلنت عن تعليق التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مكافحة المخدرات وبشأن الهجرة غير الشرعية دولة الصين أيضاً علقت آلية السلامة البحرية علقت الكثير من الملفات مع الولايات المتحدة الأمريكية رأي حضراتكم الناس اللي كانت بتقول فلتت منك يا حمد يا عبدالهاد زيكون هناك صفقة ما بين الصين وما بين أمريكا بخصوص تايوان شكراً جزيلاً لكم ربنا يبارك فيكم يا ربي يا عمي منت لا تقرأ التعليقات لا هو مش شرط إن أنا أقرأ التعليقات على فكرة إحنا بنستمتع بالتعليقات بعرضها على الشاشة يعني بمعنى بعض الأصدقاء لما إحنا كنا بنعلق على التعليقات تعليق تعليق بعض الأصدقاء قال لا بلاش لأنك إنت بتطول في الحلقة كده خل التعليقات معروضة على الشاشة فإحنا بنراها في ذات الوقت شوفوا بقى حضرتكم التصريحات الخطيرة ديت وديت أول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وفي تاريخ العلاقات الصينية الأمريكية عشان تتأكدوا حضرتكم إن كل التحليلات بتاعتنا طلعت مزبوطة أنتوني بلينك الوزير الخارجية الأمريكية بيقول الولايات المتحدة الأمريكية لا تدعم استقلال تايوان شفتوا حضرتكم دولة الصين وصلت في انتصارها لحد فين إن الولايات المتحدة الأمريكية بتعلن بعض متلسانها بشكل واضح لا لابسة فيه أمريكا ما بتدعمش استقلال تايوان ما ذلك هو البيت القصيد ما هو ده موطن الخلاف اللي كان ما بين الصين أو ما بين أمريكا قبل كده وفي سنوات سابقة إن كنتوا بتتمططوا زي فرق أعلوز في قلب الجزيرة على أساس عاوزين تدعموا استقلالها الولايات المتحدة الأمريكية عندما أعلنت دولة الصين عن حزمة العقوبات وتعليق مباحثات في مجالات كثيرة جدا وبناء على صفقة تم إبرامها سابقا الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت نحن لا ندعم استقلال تايوان طيب أنا عاوزي أحسن من كده اعتراف أمريكي بسيادة دولة الصين على تايوان اعتراف واضح وضع النقاط على الحروف بخصوص أزمة دائما تشتعل ما بين دولة الصين وأمريكا أمريكا عملت كده ليه اعترفت كده ليه لأن الصين ما بتهزرش بعض الأصدقاء والمتابعين يقول لك اشجاب قوة الصين العسكرية مع أمريكا لا ثانية واحدة بس أنت رايح تلعب في أرض الصين زي ما أنت رايح تلعب في أرض روسيا الطبيعي أنك أنت هتطلطش على أفاك في مثل كاراوي بيتقال في الشارع المصري الأرض بتلعب مع صاحبها أنت رايح لحد الصين فأنت رايح في عقر دار الصين هتتهزم هتتهزم يعني دية في حد ذاتها تمثل قوة عسكرية واستراتيجية خطيرة جدا بمعدل مثلا حوالي خمسين في المية من القوة ليه أنت بتلعب في ملعبي فاكرين حضراتكم الحرب الأمريكية الفيتنامية الجماعة في فيتنام انتصروا على الولايات المتحدة الأمريكية أنت رايح تلعب على أرض الشعب الفيتنامي النتيجة أن الجيش الأمريكي النظامي فشل في أن هو يواجه شعب فيتنام فانهزم شر هزيمة ليه أنت رايح في أرضهم ساعدتك أيوا بس أمريكا معها قوة عسكرية لا تضاعيها أي قوة ولا مليون فيتنام اتهزموا رايح تلعب على أرضهم وبالتالي أنت رايح لحد تايوان وتلعب الصين حتى لو قوة الصين كانت نص قوة أمريكا إلا أن الصين حتنتصر هذه هي واحدة الحاجة التانية أن دولة الصين معها أوراق كثيرة على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي تقدر تلعبك على الشناكل أقدر أمنع عنك أساسا كل اللي أنت بتستورده من تايوان الرقائق الإلكترونية الإلكترونيات الحاجات اللي دخلها في كل حاجة تكنولوجية أنت تعمل ركة للاقتصاد العالمي الصين استعرضت عضلتها قوتها العسكرية علقت بلفات كثيرة جاء أنتوني بلينكين على فكرة أمريكا أساسا ما بتدعمش استقلالتها وان يا جماعة والله يعني يا صين لك كل أهدافك أول مرة تحصل من أمريكا ثم بيقول وسياسة أمريكا لم تتغير بشأن سياسة صين واحدة يا شتات الشتات يا باروش دي إيه دا بجد يعني أنا مصعوق لأن الولايات المتحدة الأمريكية بتواجه بانتكاسات كبرى إني في ضيحة بجلاجل في قلب المملكة العربية السعودية حتة شاب صغير لا يتجاوز عمر 34 سنة ما عندوش زي كل مراكز صناعة القرار في قلب الولايات المتحدة الأمريكية بعقليته لوحده فقط لا غير جاب جو بايدن مزلول مكسور لحد جدة ثم قال سوري جو بايدن ما فيش حاجة اسمها زيادة النقطة عشان خطرك لدرجة إن كل المؤسسات الرسمية الأمريكية وكل الإعلام الأمريكي فضح جو بايدن في ضيحة بجلاجل عمي جو بايدن انت روح وانكسرت وعملت لي مصفحة القبضة اتضح إن مصفحة القبضة دي تحولت إلى أكبر صفعة على قفل جابوك الولايات المتحدة الأمريكية النهاردة بتعترف بسيادة دولة الصين على تايوان وانتوني بلينكين بعض متلسانه بيقول نحن لا ندعم استقلال تايوان وهناك مساعي لنزع فتيل الأزمة في مضيق تايوان يعني أمريكا عمالة بتجري حاليا في سبيل إن احنا نسوي المسائل شفتم وصلت لحد فن عرفتم حضراتكم إن تحليلاتنا مزبوطة بخصوص الانتصار الصيني في موقع تايوان بعض الأصدقاء زعلانين مننا ويقولوا مش كل شوية تفكرنا إن التحليلات بتاعتكم مزبوطة طب يعني هو حلال على الناس اللي بتهاجمنا وتقول أنتوا تحليلاتكم مش مزبوطة فإحنا لما نيجي ندفع عن نفسينا ونفكر الناس الجميلة ديت بإن تحليلاتنا مزبوطة يبقى أنتوا تزعلوا مننا أجا معا في إيه شوية شاي أو شوية عصير وأي حد يشرب عصير كده ولا حاجة يجيبلي لأن أنا رقي نشف تعالوا بنا نكمل تصريحات أنتوني بلينكين لأن بصراحة ربنا ممتعة أنتوني بلينكين بيقول يا جماعة إحنا معترفين أن تايوان بتاعت الصين وإني أمريكا لا تدعم استقلال تايوان وإحنا هنجرع عشان نحل الأزمة ويا صين ما كانش فيه داعي للتدريبات وفرض قوتك العسكرية حوالين جزيرة تايوان بالشكل اللي أنت عملتي ده يعني يا صين اهد شوية حيات النبي يا شيخها الله العظيم إحنا ما نقصد هو ده اللي قاله أنتوني بلينكين تعالوا بقى حضراتكم شوفهم نانسي بلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي اللي هي سبب الأزمة في تصرحتها أيضا النهاردة قالت إيه أشادت بطايوان ثم قالت إن جولتها الأسيوية التي دفعت الصين لإجراء تدريبات عسكرية غير مسبوقة لم تكن تتعلق قط بتغيير الوضع الراهن في تايوان أو المنطقة يعني الجولة الأسيوية بتاعتي وزيارة لجزيرة تايوان دفعت الصين إن هي تعمل تدريبات عسكرية حوالين تايوان بينما الجولة بتاعتي وزيارة تايوان ما كانتش متعلقة بتغيير الوضع الراهن يعني يا جماعة إحنا ضد استقلال تايوان نقول أكتر من كده شفت الهنة اللي إحنا فيه شفت دولة الصين دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إن هي تعلن عن إيه التصريحات التي أطلقها أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي ونانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكية بعضمة لسانهم بيعترفوا فيها بسيادة دولة الصين على تايوان وإن هما ما بيدعموش استقلال تايوان وإن هما بيعترفوا بعض مثل لسانهم لا يمكن بأي حال من الأحوال إن هما يدعموا استقلال تايوان قالوها على الملأ بيؤكد بملادع مجانلا للشك إن دولة الصين مش انتصرت ده مسحت بالولايات المتحدة الأمريكية الأرض اللهم لا شماتة بس بصراحة ربنا أنا شمتان الست نانسي بلوسي أيضا قالت إن تمثيلنا هنا يعني إحنا كنا جايبين الوفد الأمريكي في قلب تايوان لا يتعلق بتغيير الوضع الراهن في تايوان متفل وعشرة الولايات المتحدة الأمريكية بهذه التصريحات بتعترف بانتصار دولة الصين الناس اللي كانت بتسخر مننا وتقول أمريكا هي التي انتصرت إزاي أجبجة أعتقد بعد كل ذلك الذي حدث وبعد كل هذه التصريحات ورغم ذلك دولة الصين فرضت عقوبتها بالشكل دو وهي حط رجل على رجل أعتقد المسألة كده منتهية الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بانتصار الصين دولة الصين نجحت في تحطيم وهرس عظام الولايات المتحدة الأمريكية لأن الاثنين كانوا دخلين مع بعضهم حرب تكسير عظام النتيجة هذه الحرب هي اللي انتصرت فيها دولة الصين والله أكثر من رائع جدا على الأقل على المستوى الخاص وأكيد احنا كشعوب عربية نتمنى ظهور أكثر من قطب عالمي بحيث يعمل نوع من التوازن خاصة أن احنا أرفنا من القطب الأمريكي اللي حاول يضمر ويخرب في قلب المنطقة العربية عبر ما سمية بصورات الخراب العربي سنة 2011 طبعا حاولت حاولت كتير جدا دلوقتي نقدر نقول أن هناك أقطاب متعددة هتعمل نوع من التوازن العالمي وإحنا كعرب وإحنا كعرب بندعم انتصار الكتلة الشرقية الممثلة روسيا الصين كوريا الشمالية خلينا بقى على الأقل نتعامل مع عدة أقطاب بحيث ترجع الكرة الأرضية مستقلة شوية أو فيها نوع من التوازنات أراكم على خير اشتركوا في القناة